نقلاً عن اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصري الأسبق بيقول فيها الدولة الوحيدة التي لا تتعاون هي أثيوبيا نحن مستمرون في التفاوض معهم وبالوسائل الدبلوماسية ده سنة 2010 وبالفعل نحن نقش تعاون العسكري مع السودان لكن إذا وصل الأمر إلى أزمة فسنقوم ببساطة بإرسال طائرة لقصف السد والعودة في نفس اليوم أو يمكننا أن نرسل قواتنا الخاصة لتخريب السد وتذكروا ما فعلته مصر في أواخر السبعينيات أعتقد أن ذلك كان في سنة 76 وقتها كانت إثيوبيا تحاول بناء سد كبير فقمنا بتفجير المعدات وهي في عرض البحر في طريقها إلى إثيوبيا نحن قدام رئيس مخابرات مصحصح سنة 76 وقدام قرار حكيم في سنة 2010 بيقول أنه لو بني سد في 2010 إحنا هنضرب وإحنا بنسق مع السودان الوقت ممكن فيه وسيقة بقى تطلع تقول لنا أن فيه حد في هذا التوقيت في 2013 ولا حتى في 2012 بيقول أنه لو أثيوبيا بنت سد النهضة ممكن نقدم على هذه القطوة هذا هو السؤال اللي إحنا بنقوله في إطار قراءة هذه السيناريوهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر